وفي منصات سنحاول أن نستعرض لكم كيف يتفاعل رواب منصات التواصل الاجتماعي مع حملات الخير التي تقوم بها جمعية الوسيط للعمل الاستعجالي أبدأ بصفحة الفيسبوكية صفحة الفيسبوك الخاصة بالجمعية نشاهد صورة الصفحة يعني الصورة فيها شاب وكأنكم تشيرون من خلاله إلى الفئة المستهدفة ربما بعمل الخير ولكن دون ظهور ملامح من يتم الإحسان إليه عبر حملات جمعية الوسيط يعني كما قلنا 2011 ولكن عندكم تقريبا 12 ألف يعني قربتم 12 ألف رقم جيد ولا لا صحيح هو الحضور في المنصات للتواصل الاجتماعي يعد أمر مهم جدا ونسع إلى توطيق كل ناشاط فأننا ننشره في المنصات ولكن يعني صراحة ربما تنعملوا من أجل تطوير هذه المسألة هذه داخل الجمعية والشق اللي ما نقولش إشهاري وإنما هو التعبوي اللي تيمشي في التعبئة وتحفيزي للمتلاقي بأن يشارككم صحيح لأن الحمد لله حتى المبادرة اللي كان خلقوا وتلقوا بأنه هناك شمعيات أخرى اللي ربما تقسست من ورانا ومشأت في ذلك الاتجاه تفرحناها بالأمر بشكل كبير وكبير بزيزا فبالتالي مثلا هتموش بأن هذا الرقم اللي نقوله إحنا مواصلينش يكفي أنه الجمعية الحمد لله مباما معروفة هناك تفاعل نشاهد بعض الصور لعدد من الحملات التي قمتم بها نجد تفاعل يعني منها ليلى بيضاء للتضامن مع المشردين أيضا اللي كان دي العملية أثار فهيثم يعني الناس كتفاعلوا جزاكم الله خيران بالتعليقات بالجيمات صح ما هيش فلوس ولكن على الأقل يثبت على أن هناك في قلوب الناس ما زالت الرحمة متواشرة ما زالت الرحمة متواشرة ما كانت ما قلت لي ما كانت فلوس كان غير معناوي أنا أعطيك أنا مثال هذا الوهند تصلت بنا واحد السيدة قلت لك أنا ما نقلت نعاونكم ميلكتو غات شريو شي حاجة وطيبوها أنا مستعدة مع أربع العيالات نطيب ليكم جميل نحنا كنا 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 نديرين واحد البيوتجي اللي غاديمشي ونشريو ليصون دويتو هذا دابا بدلنا على أساس أننا غان نشريو مواد خام وغادي نعطوها للسيدة وغادي نعطوها للسيدة وغادي وجدها لنا اللي فاش كنشوفو فيه اللي كنشوفو فيه هاد الكومنتار والناس يعني كي بحال اللي كنحسو بأننا ركي الناس اللي كي بغيو يديروا أعمال خيرية في حالنا نعم خالد مجاوي يعني كنشوفه كومنتار مثلا يتحدث على أنه شهد فيديوهاتكو وهو فخور بأن يكون مغربي فالحمد لله يعني نشوفه أيضا مزيد من التعليقات اللي موجودة على الصفحة مثلا بحية كتقول لك كيف لي أن أشارك معكم في عملكم النبيل يوسف تبارك الله عليك والخوت صالح أجزاكم الله وخيران فطيمة هكذا تخدم الأمة الصالحة تخدم الأمة الصالحة بلدها وناسها بيديها ليكون لهم شأن بين الأمم يعني نشاهد تعليقات إيجابية ربما تبعثها للتفاؤل وأيضا على تقديم المزيد وتتحفزنا لأننا كان نعطيه واحد العامل وكان حاول ما أمكان نبينوه يمكن ما نبينوش جنود الخافاء اللي كانوا من وراها أحيانا لأننا دبعنا اسم كنحملوه اللي هو جمعية الوسط ولكن كين المحسنين كين الناس اللي كيخدموا بالليل والنهار مثلا في الحملات ديال القوافل الأطلس مثلا هراه واحد الاستعداد اللي مثلا كين شق كبير مثلا ديال النساء العضوات في الجمعية اللي كيهتموا بتنظيف وخياطة الملابس اللي كتكون مقطعة مش بلاصة وطيها وتصنيفها لليل أطفال بوحدهم باش حنا نمشوا مثلا لجيبال الأطلس ونكونوا كانوا وزعوا تكون كل حاجة مقادة دونك دائما كين واحد الناس اللي كيخدموا من وراها هذا العامل هذا ونكي يقرأوا بحال هذا الشي هذا كيف فرح؟ نكي نقرأوها كاملين دون كراه تيفرحنا ولكن دبا هذا التواصل الاجتماعي والمواقع سنعرفوا بأنها يمكننا نحطوا فيها الإيجابي كيف ما نحطوا فيها السيل بيضونك نحن نحطوا شي حاجة ديال جمعيات الواسطة ولا منك نشوفه أيضا لأننا نحن في نهاية المطاف المواطنين نحن نشوفه أفكار إبداعية وحد أخرى ديالجمعيات وسنقلوا ممتازة شيء يديروا هذه الناس وكان جمعيات كثيرة تبارك الله منهم اللي ذكرت ومنهم حتى اللي دازوا في خبار الناس وكان مسألة جيدة أننا نشوفه هذك العمل ديالهم بهذه الشكلة وهذا هذا شيء تيحفز اللي كيخليه واحد الفئات لأنه ما ننسى وشاركين الأطار وكين الشباب اللي بنتبالهم لمغرب صافي يعني ما مستعد هو لا يخدم ما مستعدش تباش يخدم ويتخلص قاعد هذه الخدمات يقولك لا نشوف بلاد وحد أخرى أو لا فعلى الأقل هذا العمل أو حتى عمل الثقة عمل الثقة كما قال هيثم قبل قليل التوثيق توثيق هام جدا لماذا؟ لأنه التوثيق يمنح المواطن الذي يشهد عن بعد عبر انعكاسات تأتي من منصات التواصل الاجتماعي الثقة أنه أنا قلت لها وأكررها كي نموذج وكان اعتزبي صراحة الشباب دي المغرب ونفتخر ناشيقين على مستوى الصالتور ربما هم يعني الجمعية الأكثر تفوقا على من كان ضيفا في هذا الاستوديو كيدروا اللايف انستغرام كيدروا اللايف فيسبوك كيجيب معونات من الخارج من داخل المغرب ومشي غي كيدير لك المباشر ولا كيوثق كيجيب كيصور لك تلك طريقة الاعداد ذك شي اللي تفضلتي فيه فيصل أنه العيالات كيخيطوا ذك شي هلاش لما نصوروش أنا؟ صحيح صحيح هلاش ترتيب الملابس والأقطية الخاصة بالأطفال هلاش أنا ما نموثقوش فيديو ونحطوه في الصحة اليالي المراحل كاملة المراحل كاملة